موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن قضية ما صار يروج له ويتمثل أساسا فيما يسمي شغور منصب الرئاسة في الجزائر الكثيرون يتكلموا يهضروا ويطالبوا بتطبيق المادة ميوثنين من الدستور الجزائر وأن هناك شغور منصب في الجزائر وأن غياب الرئيس عدم ظهوره منذ 15 أكتوبر 2020 هو أكبر دليل يؤدي آليا إلى تطبيق المادة ميوثنين من الدستور بل هناك من تحدث بكثافة إلى درجة تخويل المجلس الدستوري والسلطات الجزائرية بعدم تطبيق المادة ميوثنين من الدستور قبل كل شيء يجب أن نتحدث عن المادة ميوثنين ماذا تقول إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع السؤال هل ثبت هذه أولا هذه المادة تتحدث ليس عن غياب الرئيس ولم تحدد المدة الزمانية التي لم يظهر فيها الرئيس ولا قالت أنه يجب أنه عندما يغيب الرئيس في فطرة علاج معناه مباشرة تطبيق المادة هذا كل كلام من الناحية القانون الدستوري لا أساس له بل هي تطلعات وأحلام ومواقف سياسية يرادوا تحقيقها باسم الدستور إذن هذه المادة لا تخبرنا بأنه يجب تطبيقها على عبد المجيد تبون المتواجد في ألمانيا ولا توجد مادة أيضا في الدستور تجبر السلطات أن تكشف عن الملف الصحي للجزائريين هذه حق أن نتكلم الآن بمنطق الدستور بمنطق القانون لا نتكلم بمواقف سياسية ولا بخلفيات أخرى نتكلم بمنطق الدستور الرئيس أصيب بكوفيد حسب رئاسة الجمهورية بداية من 24 عشر اليوم 3 ديسمبر معناها 40 يوم على الأقل هو مصاب غيابه تجاوز 45 يوم لكن لا توجد مادة في الدستور تتحدث على فطرة غياب الرئيس سنكمل الحديث عن هذه المادة أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الرئيس أصيب بمرض خطير ومزمن الرئيس الجزائر أصيب بكوفيد 19 هو وباء يؤدي إلى الناس أخرين يدهم الوفاة أخرين يتعافون وإن كان يجري التعافي بالتدرج الناس التي تم إنقاذ حياتهم وما ماتوا يعودون طبيعيا إلى وضعهم الصحي وإن كانوا سيبقوا يعانون صحيا من المشاكل في الصدر وما إلى ذلك ولكنه لن يكون هناك مرض يؤدي إلى العجل التام هذا من ناحية الطبية وهذا ما أكد لي بعض الأطباء الذين تواصلتم معه إذن الرئيس مصيب في جائحة عالمية جائحة عالمية لو أن كل من يصاب به يوقف عن عمله ما عادش ينتهي أنا شفت هنا في فرنسا وفي عدة دول لم يتم توقيف أي شخص عن عمله هناك من غاب عن عمله أشهر شهرين ثلاثة وعادوا مجدد إلى ميدان العمل نتكلم بمنطق القانون إذن أن المجلس الدستوري عندما يتبين له أن الرئيس صار عاجز نهائيا وأنه لا أمل فيه يجتمع وجوبا ويجتمع وجوبا وبالإجماع نعم وبالإجماع المجلس الدستوري يتكون من 12 عوض استماعت البعض المدخلات القانونية تتحدث بأنه المجلس الدستوري في 11 عضو منذ استقالة رئيسه السابق تم تعيين كمال في النيش في أفريل 2019 وبعد ذلك في ماي 2019 عين أعمر براوي من مجلس الدولة عضو في المجلس الدستوري إذن المجلس الدستوري متكامل الأعضاء وليس كما يتخيل بعض أن هناك إشكالية دستورية المجلس الدستوري عندما يجتمع يعلن يجتمع على البرلمان يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع هذا المانع الصحي يتمثل فيه أن الرئيس لا يستطيع ممارسة مهام يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين مع الثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائي ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع موارعات أحكام المادة تسعين من الدستور الإشكالية هناك إشكالية قانونية الآن رئيس مجلس الأمة السيد جوجيل هو رئيس مجلس الأمة بالنيابة المادة تتحدث عن رئيس مجلس الأمة هنا ممكن تكون إشكالية قانونية إذن في هذه الحالة لا يستطيع أن يكون رئيس مجلس الأمة هو رئيس البرلمان رئيس الدولة بالنيابة المهم بعد ما يتسعين وفي حالة استمر المانع بعد إنقاذة خمسة وربعين يعمل الشغور بالاستقال إذن يجتمع المجلس الدستوري يقترح على البرلمان ما ذكرنا ويتم إعلان رئيس مجلس الأمة هو رئيس الدولة بالنيابة إلى مدة خمسة وربعين يوم إذا استمر المانع وثبت بصيفة نهائية أن هذا لا أمل فيه هنا ممكن أنه يعود يشفى يرجع يمارس مهام الرئيس خلال خمسة وربعين يوم ولكن إذا ثبت صير هنا استقالة وجوبا نعم وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي البرلمان الذي يجتمع وجوبا يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصى ستين يوما بعد يتولىها ستين يوم تنظم خلال انتخابات رئيسية ولا يحقل رئيس الدولة معين بهذه الطريقة وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان وأنا أعتقد بأن المادة الدستورية الوضع الآن الذي عليه مجلس الأمة يعتبر حالة شغور لأنه رئيس مجلس الأمة هو بالنيابة وليس رئيس مجلس الأمة في هذه الحالة يقول لا تقول الرئاسة إلى رئيس المجلس الدستوري المجلس الدستوري متكامل الأعضاء لديه رئيس عين بصفتنا رسمية انتهى الموضوع هذا هو المادة التي تقول إذن نعود إلى وضعية الرئيس الرئيس الجمهورية الآن هو موجود في ألمانيا الجهات الرسمية تتحدث عن تعافيه وأنه انتقل من مرحلة البروتوكول الصحي إلى مرحلة الفحوصات الطبية إلى مرحلة النقاها وقبلها كان كان مرحلة الحجر الصحي الطوعي وبعد ذلك مرحلة عين النعجة والآن أعلنوا أنه سيعود خلال الأيام القادمة إذن جيل مرحلة السادسة هي مرحلة العودة إذن إذا الرئيس لهذه اللحظة هكذا قضية أنه الجزائريين بسبب التخبط الذي عاشته رئاس الجمهورية مع التعامل مع هذه القضية وأعادت إلى المشهد الطريقة البتفليقية أفقدت الناس الثقة في بيانات رئاسة الجمهورية ولن أغلبية الجزائريين لن يثقوا في أي بيان يستر ولا أي تصريح رسمي ولا أي كان إلا ظهور الرئيس أنا قلت لكم من قبل المعلومات التي توفرت لدي أنه كان في غرفة الإنعاج كان بالتنفس الصناعي وأنه تعافى وبعد ذلك عاود رجع إلى التنفس الصناعي ولكن وضعه الصحي ليس بالخطير بل أنه يتماثل للشفاء عندي فترة ما جدت أي معلومات لذلك لا يمكن أن يثق الجزائريون فيما تقوله رئاسة الجمهورية إلا بظهور الرئيس وعدم ظهور الرئيس أنا أعتقد إن صحت كل هذه المعلومات بسبب وضعه الحالي لأنه يعني واحد أكثر من شهر وهو في غرفة الإنعاج بالتنفس الصناعي لا يمكن لا يشرب مع تغذي عن طريق السيرون أعتقد راه في حالة يرثلها راه الأعظم عن الجل الآن أنا في تقديري أن الرئيس في مرحلة إعادة تأهيل عضلي وتأهيل تنفسي هذا بناء إن صحت الرواية التي قدمتها رئاسة الجمهورية لذلك أنا أرى بأنه ليس بضروري المسارعة في تطبيق المادة ميوثني أنا أرى هذا هذا هو الواضح ينتظر الأمر لأنه هذا الرئيس أصيب أولاً في جائحة عالمية الرجل كان في وضعه الصحي التام إلا بيعاني من بعض الأمراض سيفت عمره 74 سنة والآن 75 سنة وكما تعلمون عنده سكري لكن من درجة ثانية يعني يوكلي كونفريمي عنده شوية لاتونسيو عنده مشكلة شوية في الصدر بسبب التدخين إذن هذه الموجودة الآن هذه الأمراض موجودة في كل إنسان يكون في هذا السن ليه يفوت 70 سنة ويقول لك ما عندي حتى مرض أعتقد بأنه يكل الرجل كان بخير وفي صحة جيدة كان يؤدي مهامه أصيب بفيروس الفيروس جاء فيه هذه الجائحة لو أنه كل من يصاب بفيروس يعزل في منصبه ما راح يتوقف الأمر أنا أرى بأنه لا توجد مادة دستورية تفرض الآن تطبيق هذه المادة يجب أن نكون هناك صبر فطرة النقاها لا يوجد مدة زمانية تحدد البعض يقول لك أن الجزائر في حالة حرب وكذا وكذا أنا أعتقد بأنه بل أنه جاء حتى الحديث على ضرورة ترشح ناس من وجوه الحراك يعني قبل في 2019 في ديسمبر انتخابات 12 ديسمبر 2019 كنتم ترفضون نهائي المشاركة في الانتخابات وكان القايد يقول مرحبا من يريد أن يترشح لا ثيقة في النظام وكذا 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 الآن تقولوا يجب عزل الرئيس بالمادة 100 وثنين وبعد ذلك انتخابات رئاسية يشارك فيها الحراك يعني والله القضية فيها نوع من تغنان تبارك ماشي قضية ممنهجة ماشي قضية ممنهجة أنا في تقديري الشخصي أنه قضية تطبيق المادة 100 وثنين ليس أوانها الآن المرحلة الآن هي مرحلة على الدولة أن تتفرغ إلى مواجهة وباء كورونا ومؤسساتها الرئيس يعالج هناك إشكالية شفافية يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل مع الجزائريين بخصوص مرض الرئيس إذا كان الرئيس بإمكانها أن يظهر يا أيها المسؤولون في هذه الدولة الجزائرية أظهروه ليست مش إلى أن يكون ضعيف ويكون هزيل طبيعي من أصيب بكوفيد مش سهل هذا أمر طبيعي إذا كان قادر يتكلم خليه يتكلم حتى رسالة صوتية ويقول لهم بأنني الآن لا أستطيع الظهور بأن وضعي لا يسمح بأن أظهر في هذه الظروف على الأقل صوت أظهر رسالة صوتية لرئيس الجمهورية وأكيد سيأتي الأخر يقول لك لا رأي يخاطب فينا من سرديب ومش نعارف واش لا هناك من رح يصدق هذه الأطروحة رسالة صوتية إلى رئيس الجمهورية في أقل الأحوال ولو بضعت أسطر يتحدث فيها الجزائريين ويطمئنهم وسيعود قريبا هذا حتى لا يكون هناك شوشرة وإشعات واضطراب ترى لماذا هذا الضغط الآن على تطبيق المادة ميوثنية يعني لو كان جيبوا بكرة رئيس آخر يصيبوا كوفيد ننتخبوا انتخابات نزيهة وشفافة وجيبوا لنا سيدي من اللي حبين أنتم يدخل ديراك يقعد نهارات يصاب بفيروس كورونا ينقلوه إلى مستشفى في الخارج انطبقوا المادة ميوثنين أيضا لا ما هي هكذا تمشي الأمور أنا أعتقد ما تمشي الأمور الآن الجزائر حتى لو انطبقوا المادة ميوثنين شغور المنصب أنتم لما عملوا الاستفتاء أنا واحد من الناس انتقلت استفتاء تعديل الدستور ولا أقبل أيضا انتخابات رئاسية في ظل هذه الجائحة الظروف سيئة الظروف الآن تتمثل في مواجهة وباء كورونا هناك تحديات أمنية على الحدود البعض يقول لك ولو الرئيس هو الذي يعلن حالة الطوارئ يعلن حالة التعبئة العامة حسب الدستور وكان يوقع لنا هجوم ها يا سيدي اخ سيدي ومنهو شكونا رح يهاجمنا كأن هناك دول رح تحشد في قوتها حلف النات ورح يهجم عن الجزائر ما تبالغوا في هذا الأمر عندما قلنا لكم من قبل في 2019 أن الجزائر محتاج الرئيس قلت لا لا انتخابات مع العصبات نبقوا في الشارع إلى مدة سنوات ذركك غاب رئيس الجمهورية رأي رئيس الجمهورية بسبب المرض هذه المدة اها كيف الجزائر تقعد بلا رئيس لا السياسة لا تمارس بهذه الطريقة لا تمارس بهذه الطريقة أنا أقول بأن رئاسة الجمهورية قلت هالكم وما زلت أنتقد هذه الممارسة الرئيس رأي مريض ربي يشفيه المعلومات رأي متخبطة ظهوره ضروري لكي ينهي هذا المسلسل حقيقة ولكن تطبيق المادة ميوثنين أعتقد ما زال وقتها وليس الوقت مناسب لها أنتم تقولوا البرلمان غير شريع عندما اجتمع البرلمان وصادق على الدستور قلت كيفاش برلمان ابو تفرقة وأنا أيضا قلت برلمان ابو تفريقة أكبر غلطة أرتكبت ورفضت مروره بل أطالب بحل هذا البرلمان وحل مجلس الأمة لأنها كلها مؤسسات تعبو تفريقة الآن تريدون نفس البرلمان يطبق المادة ميوثنين لأنه هناك مشروع ردة حقيقية والانقذاض على كل ما فعله القايد صلى هذه الإشكالية لذلك أنه تبون هو نتيجة مصار معين دارة المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح إذن عدم إسقاطه في الانتخابات وعدم إسقاطه شعبيا بالمظاهرات ولا أي شيء بقي الآن هو الدستور من يطبق عليه المؤسسة العسكرية تقولوا رهي عصابات أوكي البرلمانتع بوتفليقة أوكي المجلس الدستوري هذا أعضاء وكانوا تعينوا من عهد بوتفليقة هاي يا سيدي يعني لما يكون الأمر هدفكم إسقاط تبون تقولوا يجب أنه يكون هناك تطبيق المادة وتطبيق الدستور وتطبيق المؤسسة هذا كل كلام هذه كل سياسة تعذراري ما هي سياسة تأسيسيين محنكين يدركون كيف تقادر الأمور الجزائر ما كان حتى دولة الآن شفتوا الانتخابات الأمريكية والصرافيها الآن الجزائر في وضع لا يسمح بإجراء الانتخابات الاستفتاء الدستوري قلت لكم ألف مرة كان غلطة كبيرة وهذه نتائجها كانت وخيمة وتمنى أن يلغى هذا الدستور نهائيا وتلغى وتلغى نتائجه لأنه سيبني دولة على قاعدة هشة هذا وشي نقول لكم هذه حقيقة وهذا ما أؤمن به أما من ناحية القانونية شيء آخر أنا أتكلم من ناحية السياسية من ناحية القانونية الدستور مر الدستور مر أنتم مرحتش لاستفتاء مر لكنه من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية سيبقى هذا الدستور لا قيمة له لأن 21 مليون جزائري من 24 مليون هيئة ناخبة ما شاركوش واللي شارك قال لا من هؤلاء بقيت 3 مليون حوالي 3 مليون ولا أكثر من 3 مليون قالوا نعم يعني دولة فيها 45 مليون نسمة و3 ملايين هما اللي فوتوا على دستورها هذا شيء يعني سياسيا وأخلاقيا شيء جدا ومن يريد أن يبني دولة على قاعدة صحيح ما يمشي بهذا الطريق إذن إخواني أنا أرى أن الرئيس كلا بس علي أصيب في جائحة وهذه الجائحة تعتبر استثنائية من كل النواحي لا توجد ما سيدعو أما في الجزائر حتى ضروري أن يكون رئيس إذا تمت أشياء من الحدود الجيش الوطني الشعبي عنده قيادة أركانو أنه يتخذوا يستطيعوا اتخاذ أي تدابير لحماية الحدود عندهم هذه الصلاحية إذن ما يحتجوش إلى قرار من رئيس الجمهورية أمر الثالث أن الوضع الصحي الرئيس مفتوح على كل الاحتمالات قد يؤدي إلى الوفاة قد يؤدي إلى الشفاء أما أنه يؤدي إلى مرض مزمن لا أعتقد فالناس الذين أصيبوا بهذا الوباء يبقوا يعانوا يعانوا أمراض معينة لكن لا يصيبهم بالعجل والذي يتمكن منهم قضى عليهم هذه من جهة من جهة أخرى أن الوضع السياسي لا يسمح لأي إجراء انتخابات أنتم تقولون أن الجائحة تنتشر وأن الجزائر في حاجة الآن إلى مواجهة هذه الجائحة تريدون الآن أن جيبوا الجزائريين إلى صلاديق الاختراع أنا أرى بأنه يجب أن نزيد فطرة يبقى الوضع على ما هو عليه على رئاسة الجمهورية أن تكون شفافة أن تعمل على إظهار الرئيس أن تكون هناك سبيل للتواصل مع الجزائريين يكون مقنع وليس بهذه الطريقة الغوغائية وهذا التخبط الذي أساءل الرئيس وأساءل الرئاسة وأساءل مؤسسة الدولة وأعاد المرحلة البتفليقية لتهيمن على المشهد أشهد بل أنه حول هذه الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد المجد تبون إلى عبارة عن عهدة خامسة لبتفليقة للأسف الشديد هذه بسبب هذه الممارسات التي مارسها ناس ليست لديهم الكفاءة فالأمور في التعيينات وفي المناصب في الجزائر للأسف الشديد تعتمد على خاصية الولاءات وليس على خصلة الكفاءات وهي خصلة حقيقيا التي تبنى منها الدول لذلك أنا أرى بأن الأمور يجب أن تستمر على هذا الوضع فقط يجب هناك تغيير في طريقة التعامل مع مرض الرئيس وإظهار الأمور بشفافية عندما تصل المرحلة إلى تقدير طبي إلى تقدير طبي أنه لن يعود لوعيه وأنه سيبقى على هذا الوضع لأنه مهما كانت الإصابة بهذا الوباء وبدأ تبكر منه إما يموت أو يرتاح لا أعتقد أنه حسب معاري في أن هناك من أصيب بعه وإذا بقي مريض مريض يقدر دائما يعاني من أثار هذا المرض يبقى بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة التقدير تعود له هو شخصيا أو تعود إلى المجلس الدستوري ومؤسسات الدولة إذا أرادت بالفعل أن تبني عهد جديد أما إذا بقينا على هذا الحال فأعتقد أن هذا التخبط سيثير أزمة في ظل هذا الاحتقان الشعبي وفي ظل هذا الواقع وظل هذا الوباء أعتقد بأن البلاد تتجه نحو ما لا يحمد عقبا دعاة دعاة تطبيق المادة 102 ليس هدفهم بناء مؤسسات وليس هدفهم خدمة الجزائر في هذه المرحلة هي هدفهم فقط هي تصفية الحسابات أنا لست من الذين يصفون حساباتهم أنا انتقد طريقة التعامل مع مرض الرئيس أنا أيدت المسار الذي انتخذته المؤسسة العسكرية في 2019 أفضل إلى 12 لأن المسار الدستوري هو الجيد وما زلت أسر على أن المسار الدستوري هو الأفضل ولكن ما زالت الحيثيات لم تكون مهيئة ولن تكون مساعدة لتطبيق المادة ميوثنين أو الذهاب إلى انتخابات رئاسية لا أعتقد بأن هذه الحيثيات كلها مهيئة ولا يجب أن نكون مغامرين بهذه الطريقة ولا أن نتخبط ولا أن نصفي الحسابات السياسوية والأزندات المتناقضة على حساب الدولة الجزائرية وعلى حساب استقرارها الآن للأسف الشديد الكثيرون يطالبون بدولة المؤسسات نعم نطالب بدولة المؤسسات أنا أتمنى أن يكون المجلس الدستوري قد طلب ملف الطب للرئيس وأتمنى أن يكون حتى يمشي حتى موظفين وأعضاء في المجلس الدستوري سافروا إلى ألمانيا ويشوفوا الرئيس وبعد ذلك ماذا بنا أنهم يعملوا حتى نعم طلبنا ملف الطب للرئيس ولم نجد فيه إهما يدعو إلى تطبيق المادة ميوثنين هكذا تعيد الحيوية للتعامل أنا أقترح أن المجلس الدستوري يطلب الملف الطب الرئيس إذا وجدوا أنه بالفعل يستحق تطبيق المادة ميوثنين عليه أن يفعل ذلك وإذا رأاه بأنه لا يستحق حتى يبقى يعالج خليه يعالج ما فيش مستعجلين العجلة دمرتنا في كثير من المرح أما البقاء هكذا بهذه الطريقة أعتقد بأنها ستؤدي إلى فوضى أكثر مما تؤدي إلى إصلاح وتغيير قد يأتي واحد يقول لك أنور مالك البارح تقول الرئيس مريض أنا عام الرئيس راح الدوه في غيبوبة الرئيس قضى فطرة وهو في غيبوبة في غرفة الإنعاش عاد له وعيه بعد ذلك رجع يتنفس صناعيا الآن ليس لدينا معلومات أنا عندما تصلني معلومات رأني نقولها البعض يكتب لي أنت لما شفت الرئيس مروح ما يكتبوه لي كثير أنت شفت الرئيس خلاص تعاف راح يعود على الترتب كأنه أنا عندما يعود الرئيس راح أطلب وده ولا راح نخاف منه ولا ما على بالي بالرئيس ولا ما على بالي بحد يعني لم تلده أمه بعد ممكن نخاف منه وممكن نحسب له هذا كلام غوغائي كلام غثائي تاقهاوي وللأسف الشديد وصلنا إلى درجة أن نرد عليه اجتماعي وللأسف الجزائريين وصلنا وصل حال الجزائريين إلى وضع لا يمكن أن تتصور تنشر لهم منشور ما يقراش المنشور ولا يثبت فيه ولا يقرأ ما بين السطور ولا يفهمه مباشرة يذهب إلى التعليقات ويشوف إذا قال كف مالت اللي ضد هذا التعليق يكون معاه وإذا قال أشياء وهكذا ويدخل معهم في عراق في التعليقات ولا يدري ما يقول روح الساعة قبل ما تمشي وتكتب هذه الأشياء وروح أقرى المنشور أولا وتثبت فيه وفهمه على وعي حتى لما تنتقد تنتقد على وعي لأن الإنسان الذي يخوض في كل شيء بدون وعي وأعتقد بأنه يوصل إلى درجة الجهل والدرجة الغذاء التي ليس لها نظر إذن إخواني الكرام في تقديري الشخصي نخصي والحل الذي يجب أن يكون هو وفق الحل الدستوري نعم ولكن وفق آليات واضحة وبينة وهادئة بعيدا عن الضغوطات وبعيدا عن التسرع وبعيد عن تصفية الحسابات التي قد تدمر الدول من حيث يدعي أصحابها أنهم يريدون البناء شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله